مش نواصل ونحكيه في الحصة هذية واللي بعدها على الزيتون شوفوا أنه مشاغل كبيرة نرجع معاكم بعد ما نشوفوا بلانت فيرت اللي تقدمنا كما كل أسبوع الإرشاد والنصيحة الفلاحية عسلام ومرحبا بيكم وليد بن سعد مهندس فلاحي بشركة بلانت فيرت إن شاء الله بش رفقكم اليوم في حصة الإرشاد الفلاحي وبش نتطرقه اليوم إن شاء الله للزيتون اللي هو كما تعرفون نسا كل اللي هي كيلتير استراتيجيك في بلادنا اللي لازمنا نحكيه عليها بطريقة مبسطة ممكن ومفهومة للفلاحة باش نضمنه استمرارية في الإنتاج ويكون عنا زيت بمستوى رفيع لذلك اليوم حبيت ندخل في المرحلة هذي بالذات في كونو الفلاح توا في فترة حساسة جدا اللي هي فترة الجاني اللي يشوفها الفلاحة في فترة نهاية موسم ولكن نحن كفنيين يشوفوها فترة مهمة اللي كونها بيشتحضرنا للموسم الجاي كيفاش الشجرة الزيتون توقين فيها جمعناها لازمنا نواصف العمل التقنية بهدف إنما ندخلوش الشجرة للثوبات وهي تعبة لذلك الفلاح بعد مجمع لازم يمشي ديريكت للزبيرة ما نخوش راحتي بالباهي ونبعد على شجرتي أشرة وبعد نرجع نصبرها بعد مجمعتها هذي كان لي خسارة اللي كأنتي خسارة للشجرة باركنسي كون خسارة لكأنتي وباش نحكيه على الفين ومين دالترنانس اللي شي هذا يدخل فيه معانتها شجرة عام تولد عام لا لذلك إن شاء الله مع بعضنا باش نفهموا شنو نعملو باش نقصوا ما هيك الالترنانس بين عام تجيب عام تجيب باش زيتون دونك إنو فاج معناها يا حبة ذا جمعنا زيتون يكون مبكر وزبيرة تكون مبكرة باش الشجرة تمشي مرتاحة وباش نحنا نعطي نكون عنا وقت باش نسمدوها وباش نداويوها باش هي تعديك البرود الباردة متاحها خطر هي عندها بزوان للبرد تاخذ البزوان متاحها وهي مرتاحة كمانا زيتون صحيح لهناء فم مرخين الفلاح يقول لك باش نجمع زيتوني هو مزال أخضر مش بش يعطيني كميات باهية متاع زيت صحيح ولكن انتي كتجمع زيتون أخضر راهو الكليتين متاع زيت ولا جودة زيت مش تكون عالية متنجل مش تحصل على جودة عالية وكعبة الزيتون معانتها كملة المغطيريتين متاحة معانتها معانتها كاملة النضج متاحة الكامل لانك صحيح باش تعطيك أكثر كمية متاع زيت ولكن باش تعطيك زيت في الجودة أقل شوية لهناء الفلاح يختار المرحلة اللي هي ما بين البنين يعني تكون نص أخضر نص ماشي للك حولية باش هكا لا نضيع هذي ولا هذي وفي نفس الوقت تعطي روحك فرصة باش تسمد الشجرة متاعك وباش تكون في وضعية ممتازة للموسم المقبل ينفوها جمعنا لازمنا نزبروا ولازمنا في نفس الوقت نسمدوا نسمدوا وندويوا الشجرة كانت منحكة جهدت نفسها باش تخرجنا كل ما في الأرض من الأسم ده لازمنا نحنا نرجعهم لها لهناء هي على بزوان للأزوت أزوت العنصر الأزوت مهم في التسميد نعملوا التسميد الأزوتي ونعملوا معاه سماد بطيء الذوابان اللي هو سماد يعاون برشة الشجرة في المرحلة هذي وفي نفس الوقت باش نقوموا برش الزيوت النباتية ومعاه الكويفر أورغانيك لأنه حاس الأشكال الأخرى لأنه يمثل لنا مشاكل بعض لذلك نستعمل الزيوت المنيرال معه الكويفر أورغانيك في المرحلة هذي نمشيو في الأصطاد هذي حتى الاصطاد اللي بش يجي بعد بعد ما تكملوا السوبات متاعنا تجاوزنا الدرجات الحرارة المنخفضة قطر 15-15 درجة بش تحبس الشجرة ما عادش بش تتجاوب مع عشاية نعطيهولها لذلك إينوفواء تخلنا في المرحلة اللي بعتها هي جنرال مارس أفريل ماي من أواخر رفيفري بش تعمل هي سكون أبال دي بورمان يأما بش تعطينا دي بورجون هذوك ما كان الانتفاخات هذيك بش تعطينا أغصان اللي هي بش تمشي لرامون سيجوندير هذوكم السبل وإلا بش تعطينا النوارة متاعنا اللي هي ذيك هي راس المال وذيك اللي لازمنا نكملوا في إرشادنا للمرحلة هذي باش نوصو تحصوا على كعبة زيتون وصابة ممتازة لذلك ينفواز الشجرة رجعت تخدم بش نعمل تسميد الفوسفور عنصر الفوسفور مهم جدا في المرحلة هذي وفي نفس الوقت نعملوا رش عنصر البور اللي هو مهم جدا بش يحافظنا على هكي الخدمة اللي خدمناها من الأول ونزيدوا معاه عنصر يكون عنصر موبيل في الشجرة وفي نفس الوقت هم عندهم خاصيات هالعناصر الزوز كان هم يكملوا بعضهم ولكلو في صالح جودة كبيرة متاع جودة ممتازة متاع النوارا وفي نفس الوقت لازمنا ركزوا على الحشرات في الوقت هذيك عنا برشة حشرات وبرشة أمراض تظهر في الوقت هذي كيمة البسير اللي هي هذيك اللي قطرنا نشوفوها على الزيادة جديدة في الربيع هذه الحشرة هذيك عنا التانية عنا الموش عنا برشة حشرات اللي هوم على قدر ما المتريز متاحم سهلة وممكنة والأدوية متاحم المواد اللي رشوا بيهم يكونوا في متناول الفلاح وبقدر ما كين كيما نركزوش معاهم ويفوت الأوان شوية اللي يوم عادش معاش يعملونا ضرر كبير في المحصول لذلك مادة الدلتاميترين ولا سيبرمترين ولا بعدة مواد أخرى اللي هي موجودة وفي الأسوامها رخيصة النجمون الرشوا بيها لهنا معلومة مهمة للرش الورقي كسوسوها بور موليبدان والعناصر المغذية وإلا الدواء للحشرات لازمنا نقومو بيه قبل ما تفتح النوارا لأنه إنو فوا فتحة النوارا ما عادش لازمنا نمسو الشجرة بتاعنا بحتى حاجة لا تغذية ولا دواء ونحاولوا نتقيدوا بالمرحلة هذيك المرحلة ملي تعمل الديبورمون نبتة ملي تعملك الانتفاخات هذيك نقوم بعملية الرش عندك عشرة ولا خمساشين يوم كل فلاح يعرف الحقل متاع وقتاش يبدأ في التحريش وظاهر أي واحد معتها وظاهر للناس كل تعرف المرحلة هذيك ظاهرة للعيان هنا تحصل على نوارا باهية لكي نواصلوا لتعديوا المرحلة بتاع الفريكتيفيكاسون أو لتعطينا الكعبة الزيتون الكعبة الزيتون التي تركزوا على التسميد بمادة البوتاس والكالسيون لتحصل على هذه الشحمة التي تخزننا أكثر من المزيد هنا تكونوا بصيفة ممكن برقية وإلا بصيفة معناتها مبسطة أحكينا على الإصطاد الفينولوجيكي بتاع الشجرة بأكثر تفاصيل نجمو نعطيوها ولكن هكي باش اللوخيين الفلاحي يفهمونا عسلم ومرحبا بكم كالعادة شاركت بلانتفيرت أجمعنا بكم في برنامج أرض الخير على قناة الجنوبية بما أن الحلقة متاعنا اليوم على الزيتون بلانتفيرت أقترح عليكم سماد عضوي معدني اللي هو أثينا أوليفيتو مخصص للشجرة المباركة هذه أثينا أوليفيتو عبارة على أغبار متاع الجيج وبرشون منيرال فيه 14.9% من لازات اللي يكبرنا في الشجرة متاعنا من عدد الأخصان والأوراق فيه الفوسفور اللي يمشينا للجذور مش تمتد أكثر في الأرض وفيه الفوتاسيوم اللي يخدمنا على كعبة الزيتون مش عاونها على الروم بليساج وتكون باهر أيضا يحتوي سماد متاعنا على 8% من الكالسيوم اللي يخدمنا على كعبة الزيتون تكون متماسكة تقاوم أثناء النقل وإلا التخزين كذلك فيه البور اللي هو ضروري عنصر أساسي في التزهير وإلا فيه التلقيح فيه زادة الزنك اللي يعطينا لرومة متاع الزيوت متاعنا بش يعطينا زيت فيه نكهة جيدة بش نتحسوا على زيوت فاخرة أتينا أوليفيتو نستعملوه على جميع الأطناف وعلى جميع الأعمار من كيلو نص للأشجار العمر متاحها صغير وأبارتين منزوض حتى أربع كيلو جرامات الأشجار العمر متاحها أكبر الخاصية الباهية في بردوين متاعنا إنه هو يبقى في الأرض لبراسون متاعه لونت شو معناه؟ معناه يبقى يغذي الشجرة متاعنا يعطيها العناصر اللي ذكرناهم على فترة طويلة يبقى في الأرض ما يتحلش فيسع بايش يوفر لها العناصر الكل اللي تسحقهم في سيكل متاحها دلل زيتونك مع أثينا أوليفيتو من بلانات بيرد باي باي مرحبا بيكم جديد مواصل معاكم في أرض الخير مرحبا بكل متابعاتنا ومتابعينا في كل مكان بالنسبة إلى جزء ثاني من حصتنا بش نواصل ونحكيه خاصة على التكلفة ومن بين المواضيع اللي كنا سمعناها الفلاحة حكينا معاهم وفي الليغو بوغتاج الكل تحكي على الماء وما أدركها من الماء وأنا بشي جيد سيسماعيل دمق مهندسة في لاحي سيسماعيل بين أنه اليوم نعيشه في اللي شوفمه كليماتيك وبين أنه فهمه الندرة بتاع المياه ومطالب حفر الأبار وبين شح المياه لذولي المعادلة صعيبة برشا اليوم بيش نلقاه لي كيليبر من وسط بين أنه نحافظه على الماء اللي نجم نشربوه اللي ما يزموش يملح وبين أنه زادة نحافظه عليك الزيتونة اللي هي موجودة منذ ألاف سنين وبتبيعة الحال منها إلى الفلاح كيفيش نلقاه لي كيليبر هذي سيسماعيل ولكن كما قلت هي معادلة صعيبة أول حاجة يمكن الخيرات اللي نشوفو فيها في تونس من زيتون وبطاطة وطماطم وكل على بعضها لو كان ما جاتش فيما أبيار قادة تتحفر في النوار للأسف رنا ما نحنش نشوفو فيها معناتها البرصونتاج المتاع الأبيار اللي محفورة في النوار أكثر بارشا من الأبيار المرخصة عليش مشيت الفلاحة مشيت الأبيار في النوار على خاطر القادة صعوبة كبيرة في التحصل على الرخص باه اللي فات إنها مشيت للأبيار في النوار شنو صار صار إنه ولا الحفر عشوائي ولينا معاش عارفين قداش عنا من صنداش موجودين في المنطقة هذيك الثاني حاجة التحفير متاع الأبيار بطريقة عشوائية يخدموا فيها الناس وما بيدم ماش متوفرة فيهم الكفاءة الكافية اللي قاعدين يعملوا في كومينيكاسيون مابين اللي نابم تعلمها نعرفوا نحن كتاح فربير مش تعرضك ويد مش تعرضك ثنين مش تعرضك ثلاثة تجم تعرض ويدة حلوة تعرضن بعض ويد مالح الكومينيكاسيون هذيك كي يجبدوا الدنيا الكل مش يلقي الوديان في بعضها ومش تكون زون حلوة تصبح بعد فترة زمانية تصبح مالحة الثالث حاجة هو اللي خلى الفلاحة تمشي للنوار الغلاء متاع الحفران بالمرخص انا شو نقول هوني ما معناها غلاء بالحفران بالمرخص غالا نقول لك دوسام بلو دوب 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 معنا نحكي وحنا على صنداج عادي ومش معقد فيه نقول احنا سيمونتاسيون وفيه كسوة سبيسيال وكل شي نحكي والميتر ومثلا بالرخصة ماشي في 250 دينار في بعض المناطق اذا كان الفورماسيون متاع الارض صعيبة ولا فيها الحجر تفرق اتكره تاج يتكلف صحي بالنسبة للصنداج اللي تحفر في النوار يتكلف الشتر اذا كان ماشي يخو كسوة بيها ولكن ماشي يخدم خدمة موين 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 بيها مش يتكلف له الشتر المشكلة هوني هو انه الصنداجات المحفورة بطريقة وحنا مرخصة هذو ممش يحفروهم مقاولين هما بيدهم عندما قريمون هما بيدهم مرخصين وصير كنترول مزارة الفلاحة من الحفران للتيباج الكاروتاج للتيزت بتاع ديبي مش يتخدم بطريقة صحيحة المشكلة في الصنداجات اللي تتحفر في النوار جنيرالما نقول لك كانت تسعين في المئة احنا نخدمه في المشاريع هذو ما بعد البيارة جنيرالما صنداجات ماشي مخدمة على قاعدة صنداجات مدو مش برشة صنداجات تطلع في التراب وتتسبب في برشة مشاكل مبعط مبعط مش مخدمة بالقدير شمعني هو بوم شو تخلو برشة في امور تقنية احنا مشكلة رئيسية متع الصنداجات والمشاكل الرئيسية اللي تعرضها الصنداج هو انو يطلع على التراب وتطلع على التراب هذيك راهو عندو عنا تقول لك غايل فما شكو نقول لك شنين المشكلة كي طلع لي شنين المشكلة بضبط لك شنين المشكلة شنو المشكلة احنا البرسيل هو يطلب ديقوتير وتوري قيلون يطلب ديقوتير الهوتقام ديقوتير هذوما يطلبوا انو يكون فما فيلتراسيون باش ما يتعداش لزام بيرتيا هذوما الهسابة بلي ديقوتير اذا كان صنداج يطلع في التراب مش يعمل لي مشاكل كبيرة في السيستام ديريقاسيون يلز الفلاح باش انو يمشي لسيستام ديريقاسيون خيب ووقتا مش يكون عنده تأثير كبير على الانتاجية وتأثير كبير مهم حتى على الامراض مش يدخل في اثنية غالطة معتا هيك البير اللي هو الباز متاع البروجي اللي هو فات تخدم طريقة غالطة مش يأثر كمبلتما على الباقي متاع المشروع هذا يظهر لي في الليتود حتى في مراكز عليش نحكي على مراكز دراسات اللي تكون معطرفيها من الدولة بتبعت الحال يعني فهم ويظهر لي اي مبازي كنا مش نجي هاوكا نجي للفلاح منتو مزوز فلاحة يظهر لي اليوم الفلاح ماذا بيه يمشي ديما للأقرب ماذا بيه يمشي للأسهل والأقل تكلف يعني مرب وانا نشوف وين ينجم يخسر البروجي بتاعه سعلي تامي هو عندك فلاحة انت انت كيفش كيفش كنت مورك عن البير بتاعك مقبل ثم التكنيك اللي يحكي عليها مظومة معناها ولا اللي يدفو لي نجم نجم لقيتهم شفتهم حتى عن زملائك ولا شفتهم اذا خدمت انت في نهار منهارات بطريقة مهياش علمية مثال اشتفضل لا صحيحة هو احنا في المنطقة متاعنا انا مع رجبني الترح متاع سياسي اسماعيل واللي يحكي هو هذا هو صحيح وهذا هو اللي معناها اللي قاعد ساي بين المرخص والغير المرخص وبين الدولة اش عندها اش تعرف معناها اعداد الابار متاعها والاستنزاف متاع المايدة المائية وشوه كيفية ودراساتها وتصوراتها كل على مستوى الموارد المائية وكل مش تذيعت كل خبط خاصة في العام هذي الناس معناها في الابار هذي انا في المنطقة متاعي كانت اابار ستحية قديمة فما المراكمة متاعها مجي هاوية يجي هو يحطك الابار ويتبع الاشغال ويكون المقاول معناها اجري ويخبر حزيته الفرق فما فرق كبير يخرج ماه صافي يركبوله معناه التيوباج والفيلتر وكل يخرج ماه صافي خاطر شنو هو يخرج الرمل احنا سموه الرمل هو يحكي تراب احنا الرمل بلغة اليوم انت اذا كان عندكش في السقي بالطريقة جديدة بالرأي قطرة قطرة اذا كان ميكونش متوازن بالضغط والقطارات الكل تقطر معناها بانتظام ومنظمة مش كون عندك اخسارة في السابق قد ما عندك جوتير مسكر قد ما برسنتاج ينخص على السابق بحيث اليوم لأ معناها احنا رأوا الحلول سهلة في الامور دي كانت دراسات منطقة ممنوعة ما فيهاش حفر ما فيهاش حفر دولة او كي جيك فلاح انا يقولك انا ايش مش نعم ممنوعة حفر هنا انا نقيسك منطقة تاكلسة احنا في منطقة تاكلسة عنا صد تاكل استيعاب متاعه عشرة مليون كوب فيه تقريب الف وخمسمائة جتار بريمتر يعني البيريمتر البيريمتر ولا نحكي معناها الوزارة وزارة الفلاح تعمل دراساتك اذا كان مسموحة باش نحفو اعتيرو خص للناس ولا ايجا انتي احفر وفرق ولا ايجا انتي احفر واعمل موارد لو صد عبي صد ولا اعمل صندقاج الحل الحل الاسهل انتي اعمل دراساتك اذا كان المنطقة ما عاش تحمل ما عاش تحمل حفر ابار برا امشي اعمل انتي ابار معلها عميقة بترقع المياه جيلة وعمل بقى الاليمونتاسيون تعصد عبي بقى صد عبي عشر مليون واعطي للناس واذا كان اما تعالش يقول لك معناها السيانيس وكنا حكينا فيه زادة وحتى اسمين يعطينا رأيه وانتي تحكي على الوطن القبلي عاتش فيها الوطن القبلي راو استنزفة المائدة المائية متاحها مشيت راو راو صحيح انا نحكيه على الفلاح اللي هو يعاني زادة هما رأيه مشيت هو لازم نعتبره زادة احنا كينا نقوله الوطن القبلي مثلا استنزفة المائدة المائية لازم نقوله عليش استنفذتها المائدة المائية وعليش نزم ننبه المناطق الأخرى اللي ما زالت المائدة المتاحها المائية موجودة باش ما يتوصلش لاستاذ هذي والخارطة في الاحية خاطر حتى نحنا زادة بقى هنلومو شوي على الدولة في حكاية الرخص ولومو على استراتيجيات المتاحها اللي هي ناقصة وكي ملومو زادة الساعات على بعض الأحيان على الفلاح بحد ذاته انه لازم يرشد في الاستهلاك متاعه ولازم يعرف هو الشجرة متاعه هي في حاجة لإترة نعطيها إترة مش نعطيها زوزو ثلاثة اي وقت اللي يكون ما فاماش إرشاد سمحني ما فاماش ما فاماش ما الناس ما تجيهمش ومم بش يعرف هو الفلاح وحنا أغلبية الفلاحة بتاعنا من فلاحة تقليدية وصغار فلاحين هم بش يعرف طوحنا هنا طوى ولينا كثرة اللي بلاتو والبرامج الفلاحية والأسف والأسف رأو كما قلت اللي بلاتو كثرة المراكز التكوين الفلاحي والرشاد الفلاحي موجودين في الجمهورية التونسية الكل ومجانة شوية من الله شوية من عبد الله ومجانة وطوى تبارك الله مثلا تحل الفيسبوك تحل يوتيوب تحل اللي وصال الوسائل الاجتماعية لكل المعلومة هم العباد ما هواش كلك أنا الزيتون أنا أعطيك أنا حاجة الزيتون العباد وكل بنسبة لي هاتفن فيه ومنسبة لي هو سهل أنا رو أنتم تتكلم بك رقعت مستخر بخطر لأنه أعطيك حاجة سهل سهل حاجة سهل سهل هو مش حكاية سهل هو قبل كنا هيك الخدمة التكنيسيتين ناقصة ما نعرفوش نزبرو ما نعرفوش نسقيو ما نعرفوش ندويو ما نعرفو نعملو حد شي وباللي هو وجدتون يجيب ونلقاورو واحنا وصير عن طاب اليوم بلي شانجمان كليماتيك وبالغلاء اللي كنا نحكيو عليه هداي الكل وقتها معا اشتاو نحكيو على نخدمه يجب أن تدخل هنا يدخل العالم يدخل الاختصاص سيانيس يدور لي بعد أذنك نشوف مع سيانيس وضح ديما في تقريبا في كل الحصص اللي اطرحناها مع كل الفلاحات نفس الموضوع تقريبا نحكيو إرشاد الفلاحي تغيرات المناخية بين الأمور التقليدية وعصرنة الفلاحة التونسية جوسكولا هل نتوضي الحص السابعة نحكيو على أرض الواقع ما نزلنا منش قاعدين نرى بعد بعض المحاولات من شركات خاصة ومكاتب اللي يمشي بأمور علمية كيما يمشي للمكاتب الدراسات اللي يكون فهمها سوي في ويكون أمور مربوطة علمية تتكلف أكثر سوري سرطان من فلاحة التقليدية عادية أما يظهر لي وقت اللي يفهمها دايموما للطلب ويظهر لي ندوى أبليجي معناها وأنه أي واحد يجيكون فهمها في مشروعه على غيره لازم يكون فهمها سرتيفيكاشن ومتابعة من الدولة تعرف عليك يا مينا لأنه اليوم الفلاح مع عمره ما اعتبره أي إنسان كان لأنه يجب يكون مؤسس اقتصادي الفلاح اليوم كان يخدم حتى من صغر فلاحي ومربحش ومفضلش الفلوس باش يمجم هوك الفلوس هديك يبحث بها على المعلومة باش يمجم يمشي يشارك في دورات تكوينية في مكاتب دراسات باش يمجم يتنقل حتى للأيام الأعلامية حتى لتنظمها سواء شركات خاصة وإلا يمكن بعض المهنة من الشركات التعاونية أو غير ذلك اليوم الفلاح التونسي كيري الأنواع الجديدة شنوها قاعدة تنتج والإنتاجية متاحها ويري جارو اللي مركب مطريال جوتا جوت وخادم أرفو بالإجداء وهو ما عندوش إمكانيات زادة كحده وما في بينا وما في بينا الانتاجية تتطور لأنه إذا تطورت اليوم الانتاجية تطورت على الأقل الكميات اللي موجودة من هالمواد الفلاحية هادية ومشتولي توصل للمواطن بمعناها أسعار أقل وهو مشي حق مداخيل أحسن الفلاح وفي نفس الوقت هالمساحات هاللي عنا هادية يو اليوم المجموع نستغلوها أحسن استغلال من أجل مداخيل أو فرحة حتى عبر التصدير وقلت لكم اليوم مش نوع التصدير من طاعة زيت الزيتونة وشنية مداخيله اللي قاعدة تتطور تم تجديدها وترزدد ميزانيات معينة وقاعدين نخدم عليها بإنتاجية معناها معقولة ومتطورة تصور انت شنو ورنمو محصولة ورنمو محصولة اليوم روا اي شكونا واضحين روا اليوم روا يفم تنافسية كبيرة روا جيران اللي قاعدين يزرعوا في برامج وطنية كبيرة روا اليوم وقتين يشوفوا السعودية اللي قاعدة تزرع في أكبر الغابات اللي موجودة اليوم روا الزيتون موجودة في أمريكا من أكبر الغابات بتاع الزيتون في أمريكا خلينا مناش نحكيو على الشمال المتوسط فوجب تشبيب ممكن اللي عنا وإصلاح ما يمكن إصلاح وقبل ما نحكيو على زراعات جديدة بش ما نقعدوش فقط في برجنا العالي وبعد وين يفوتنا ترى قولوا اه منا كنا اي كنا اما اليوم قدامنا امور خطيرة جدا من التغيرات المناخية وغيره لازمنا نعضلوا البوصلة بتاعنا ترجمة نانسي قنقر